اعلن الناطق الرسمي باسم لجنة الدفاع المدنية العقيد جمال الفودري التعامل مع 6089 بلاغا فعليا خلال 24 ساعة واشار الى ان هذه البلاغات وزعت على جهات الاختصاص للتجاوب معها وبين الفودري ان مياه الامطار انحسرت يوم امس الخميس في بعض المناطق الشمالية الغربية منها الجهراء والاسليبخات وجابر الاحمد والقيروان بسبب هطول الامطار بشكل كثيف وغزير مما تسبب بسيول داخل المنازل وتجمع المياه لافتا الى ان ذلك كان سببا رئيسيا في زيادة عدد البلاغات